في إطار الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تنفيذ حملات رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على الصحة العامة والتأكيد بضرورة المواصلة بالتدابير الوقائية وتطبيق التباعد الاجتماعي ولبس كمامة الوجه وتجنب المخالطة كونها من أهم أسباب انتشار الفيروس وزيادة عدد الحالات القائمة تواصل وزارة الداخلية بمختلف إداراتها ذات العلاقة جهودها في الحد من انتشار فيروس كورونا من خلال تنفيذ حملات رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق مرتكبها كما شملت حملات تطبيق القانون المشاءات التجارية والمطاعم للتأكد من الالتزام بالتدابير الوقائية الموصى بها في اللجنة الوطنية وقصر دخول المحلات والمجامعات التجارية ومراكز التسوق وحصر الخدمات الداخلية كالسينما والمطاعم ومراكز التجميل ومراكز الخلمة والمكاتب الحكومية والمتطاعمين الذين أتموا 14 يوما بعد الجرعة الثانية والمتعافين من خلال إبراز الشعار باللون الأخضر في تطبيق مجتمع واعي ولمنهم فوق الثمانية عشر عاما فقط تأتي هذه القرارات لتجنب زيادة الانتشار في ظل ارتفاع عدد الحالات والمواصلة بعزم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتأليمات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي وشددت على أهمية دور أفراد المجتمع كافة في الالتزام بالإجراءات القانونية عبر البقاء في المنزل والخروج لقضاء الحاجات الضرورية مع الالتزام بارتداء كمامة الوجه وتطبيق التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة وتجنب التجمعات لتأمين سلامة الجميع